صنع في فرنسا ليس مجرد شعار بل استراتيجية تعمل على تسويق المنتوج الفرنسي وترقيته وصالون صنع في فرنسا في نسخته العاشرة هذه أحد أدواته هذه الاستراتيجية أكثر من ألف عارض جاءوا من كل المناطق والأقاليم الفرنسية للتعريف بمنتجاتهم والترويج لها شركة لوميول النسيجي الرائدة في صناعة الملابس الداخلية حاضرة بمعداتها وآلاتها للخياطة وذلك بهدف التقرب من المستهلك والتعريف بطريقة حيكة تلك الملابس لوميول شركة فرنسية رائدة عمرها 75 عاما وننتج الملابس الداخلية بكل أنواعها بمواد فرنسية عالية الجودة ورغم الإضراب الشامل لوسائل النقل العام في أول يوم لسرانوني صنع في فرنسا فإن ذلك لم يمنع من دوافد آلاف الزوار داخل فرنسا وخارجها للتعرف إلى المنتج الفرنسي وتشجيع لما وصلت إليه المؤسسات من ابتكارات حديثة فرنسية الصمعي 100% كلما طورنا المنتج الفرنسي كلما كانت فرص العمل أكبر هو ما يساهم في تطوير اقتصادنا الفرنسي الصالون فرصة لعديد العارضين لإطلاق أول منتج لهم كشركة نيو المتخصص أساسا في المظلات الشراعية هذا الصالون فرصة كبيرة لنا حقا فنحن مختصون في صناعة كل لوازم الطيران الشراعي وقررنا مؤخرا خوض تجربة الصناعة حقائب فرنسية محمولة ذات جودة عالية بين متعة الاكتشاف والفضول لتجرب وتذوق هذا المنتج أو ذاك يجب الزور ورقة الصالون متوقفين عند مختلف الأجنحة يسألون ويستفسرون عن مصدر هذا المنتج أو ذاك ومواد صنعه وثمنه كجناح شركة سولور لصناعة الأحذية يدويا التي يعود تأسيسها إلى 97 عاما خلت ومختار عدد الرجة الهوائية هذا الذي يشرح لنا هنا كيف يعمل آخر مبتكر له المتمثل في قفل ذكي للدراجة يحول دون سرقتها مبدأ صنعه في فرنسا هو دفاع عن المنتجات الفرنسية يرمي إلى المحافظة على استقرار وعمل الشركات والمصانع إضافة إلى توفير فرص العمل وتشجيع الاستهلاك المحلي في ذل منافسة دولية شريسة خاصة الأسيوية منها شوقي أمين العربي بيش